اهلا وسهلا بحضراتكم في فكرة جديدة من برنامج السهم على قناة الاموال كلنا تابعنا شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب في القضية المعروفة اعلاميا باسم داعش انبابا واللي كانت خلال الايام اللي فاتت واصبحت حديث يعني السوشال ميديا وكل الناس كانت بتتكلم عنه وكمان من ساعات يعني تم اغلاق قناته على اليوتيوب وكمان في مفاجأة حصلت وهي الاعلان عن حجم ثروته واملاكه بعد توقف برامج شيخ السلفية الفضائية ومنعهم من الخطابة في المساجد بقرار من وزارة الاوقاف الناس كتير بتتساءل عن مصادر دخلهم في الوقت الحالي وطبعا يعني شيخ السلفية واللي منهم زي الشيخ محمد حسين يعقوب لجأوا الى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر افكارهم وآراءهم وخطبهم ودرسهم وعملوا قنوات على موقع اليوتيوب لنشر افكارهم دي وكمان يعشان يعني يربحوا من القنوات وبعد اغلاق موقع اليوتيوب الخاص بالشيخ محمد حسين يعقوب بدأت الناس تسأل عن الارباح اللي كان بيحققها من القناة وده اللي هنوضحه لحضراتكم فاكرتنا النهاردة بحسب موقع سوشيال بلايد المتخصص في احسائيات اليوتيوب فقناة الشيخ محمد حسين يعقوب بتحق أرباح شهريا 1400 دولار وسنويا 16600 دولار يعني حوالي 260 ألف جنيه مصري وبتبلغ أرباح محمد حسين يعقوب من موقع اليوتيوب يوميا 46 دولار وتبلغ متوسط أرباحه الأسبوعية 323 دولار وبيتبع محمد حسين يعقوب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 795 ألف وعلى موقع التويتر 46 ألف وربعمائة شخص وعلى موقع اليوتيوب 261 ألف متابع وعلى التليجرام حوالي 11 ألف و219 متابع وعلى الساوند كلاود حوالي 12 ألف ومائة متابع أما بالنسبة لحجم ثروة الشيخ محمد حسين يعقوب فدي كشفها غافير سابق للشيخ والغافير ده قال أنه بيعمل في مزرعة للعنب من حوالي 1997 وخلال الشهور الأخيرة فوجئ بأن المزرعة تم بها للشيخ محمد حسين يعقوب بمبلغ يتجاوز 16 مليون جنيه وقال الغافير كمان أن الشيخ يعقوب بيمتلك خمس مزارة تلاتة منهم على الطريق الخططبة بإجمالي 109 فدان ومزرعة في الريف الأوروبي وأخرى في وادي نطرون وبكده انتهت فقرتنا النهاردة شكرا وإلى اللقاء